السيد السوداني من خلال منهاج الوزاري قال صناعة زراعة مشاريع صغيرة وإلى آخره اليوم رح يجي دور الإقليم هنا شو رح يكون الإقليم هنا كعامل مساعد لهذه التفصيلات اللي رح تكون يمكن أول شي بداية من الجنوب إلى الشمال مو من الشمال للجنوب أولا نحن نتكلم بما يخص بالسياسة يسموه رسالة طمعنان إحنا اليوم كإقليم كمراقبين لدولة رئيس الوزراء السيد السوداني مبارك إلى هي رسالة منا عشر رح يسأل إحنا الكل من يجي يتحدث في البداية والخطوات مات تخطوات راعة ولو أكو نقاط بيها يعني علامات استفهام نعرف إحنا الضغوطات السياسية أكو على أشخاص معينين ولكن إحنا خلي نقول المركب خلي يسير بالنتيجة إذا أكو عمل بعدين يبين بالنتيجة ما يقدر نحكم البداية ولكن السيد السوداني عليها ضخم تركة ضخمة إحنا كإقليم ضمن تحالفوية الأخوة ومو بعيدين عنها ولكن ما يخص الإقليم والمركز واحدة من الرسالة طمعن السيد السوداني إذا ليدي وصلها واحدة ما يخص المادة 140 مادة 140 مناطق المتنازع عليها لازم يكون بها حل ما يخص المنافذ ما يخص النفط والغاز هاي كل قوانين المشكلة اللي عندنا صارت عندنا ثقافة الترحيل وهذه الترحيل من صارت على دورات هاي خلقت لنا أزمات جديدة كل ما يترحل ملف كل ما يصير أزمة جديدة هاليوم إحنا إذا جادين بصورة عمك عراقيين يعني إحنا مثل ما تفضلت جنابك إحنا مو مع هاي المسميات كالسنة وكرد وعرب إحنا كأخوة عراقيين أو مثل ما تفضل الزمين ما يخص الحشد من الحشد كرد هواية بيهم كرد فيدي خلوة 110 كرد فيدي ما تشنا نحسب بأنه إحنا كرد أو عرب إحنا كنا عراقيين وكل المناطق عراقية يعني من يقلمنا من يصير حرب في دولة أخرى نتألم إحنا لأنه شايفين المرارة ماتة بالنتيجة من نجي نخلي عناوين إحنا نسمع العنوان ما يخص البطالة هو إرهاب يريد نحول البطالة إلى عسكرة وهذا مو صحيح إحنا اليوم أمام مثل ما تفضلوا الزملاء العزاء أمام تحدي والتحدي هذا أنت اليوم من تجي قانون ماكو قانون بيئة الرجعي القوانين من الصير حتى بالقانون من يطلع العفو يطلع العفو ثاني يوم اللي سوى أو بنفس اليوم سوى جريمة هذا ما مشمول لأن اليوم طلع العفو أنت اليوم تليس سوي قانون الزامي سوي دراسة ماتة وخلي نقول بعد سنتين إحنا كنا مع هذا يعني هذا الجمال اللوحة اللي كان موجود بالجيش العراقي ابن الغربية وابن كردستان وابن الجنوب كلهم بملجأ واحد وكلهم بحضيرة واحدة كلهم يأكلوا هذا كل جميل ولكن إحنا مع هذا ولكن ضد التوقيت بس أنا أجي من أجر لسوي قانون هذا اللي صال لأربعين سنة وخمسة واربعين سنة موظف أو عند التزامات أنا يجي يخدم يعلم شي سوي بياني إحنا هاليوم إذا ريد نعمل حقيقي أول شي لازم نوقع التوقيت وهل إحنا كعراقيين كحكومة عراقية قادرة على فتح هذا الملف بما يخص التعيين أخوة الأولو إحنا أبناءنا كلهم من التعليميين وعدنا دراسات مكمنين حدثة بدون تعيين إحنا دائما نشكي بأنه موازنة ما عندنا موازنة ما تكفي زي لاني من بابا قول موازنة ما عندي وأجي أردش منه ثمانطعة سنة الخمسة واربعين أنا بس أردخلي هاي بين قوسين شين هي الدراسة اللي قدموها في مسألة استيعاب هذا العدد الهائد ووين أخليهم أنا إحنا اليوم من الريد مريد قرارات ارتجالية لأن القرارات الارتجالية هي مو مصيرية القرارات الارتجالية هي وقتية تنتيب حالة الغضب اللي يكون عند الشخص